الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نور مار وقمر مار أما ليسي عن السبب فالصراحة غير واضح بالضبط ولكن معروف أنهما من فانزات يا رمار فالصراحة توقع أنه السبب التهجم هو ليش أنه نور مار يصوروا يا قمر مار وهو من الكومنتات اللي جدتي بالبداية كان عبارة عن كلام بالإنجليزي وهلقنا ورا فترة بسيطة اختفت هذه التعليق واستبدلوها بتعليق جميلة وتعليق يتحدون هذول الأشخاص يعلقون بالإنجليزي اكتبونا يا حبايب الكومنتات شو ريكم بالتهجم اللي تعرض لنور مار وقمر مار الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو نور مار فنور نزع على حسابة بالإنستغرام هذا الستوري واللي أعلن بي ويحمس بي المتابعين للمقاطع اللي يصورها اللي رح تكون خرافية ويا الفريق وطبع هذه المقاطع رح تنزل لنا ورا فترة وراح تقوم هذا الستوري شوفوا يو جلادين هالله خلاصنا كنت أصبح فيديوهات كفير حلوة ورهيبة وكنتوا كلكم بتطبوها ومع الفريق كله فخليكم جاهزين يوم السبت الساعة أربع قناة الأساسية اوكي يو نور أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو ويسام تيكيت فويسام نزع على حسابة بالإنستغرام هذا الستوري واللي كانوا يا بيسام تيكيت وكانوا مسويلها مفاجأة ممكن مفاجأة الخطوبة اللي قال عليها بالبث المباشر وكاتب صورتلكم كل شي بالفيديو القادم بتعرفوا شو قصد فاكتبوني يا حبايب بالكومنتات المقطع منه متحمسين أكثر بين نور مار ويسام تيكيت الخبر الثالث اللي عدنا عن محمد مار ووصول حسابة بالإنستغرام للأربعمائة ألف متابع فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال مليون يا رب ولا تنسوني يا حبايب تباركولها بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن أصالة المالح فأصالة نزلت على حسابة بالإنستغرام هذا الستوري اللي تطلب بي من المتابعين أن يقولوا لها وين تريد تصور بالضبط أو شنو الوضعية فواحد من المتابعين طلب من عدها أن تصور هي تصلي واحد طلب من عدها صور قبل الزواج ولكن ما معروضة للناس واحد طلب أول صور بين أنس وأصالة واللي هي كانت هاي الصور قدامكم وبالأخير واحد طلب من عدها أن تصور نفسها وهي جالسة تبكي فحطت هذا الستوري اللي هي جالسة تبكي فش رأيكم بلي سويت أصالة الخبر الخامس اللي عدنا عن مصطفى ريدر واعلانه عن اغنية جديدة اللي ممكن تكون ايا ياسو ومصطفى نزاع على حسابه بالينستجرام هذا الستوري اللي كانت يهدد بي وسام تاكيد وغيره من اليوتيوبر وكان حطت هذا الستوري كاتب سوف يحلقونه خريبا وياسو كانت كاتب لي جواعم اسمه اغنية ريدر الجديدة يكتبوني يا حبايب لكم تاج قدت ومتحمسين لهذا الاغنية وهل تتوقعون رح تكون الاغنية ويا ياسو او مجرد هتكون مصطفى ريدر واسؤولا هنا وصلنا حتى المقطعات من المقطعات جاكو مني تسحطو لنا اكسركم بالقناة شانا يكفيزي مقاتب منك تلقصص وبس مع السلامة